السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم ودا وداعين من جروب مختصون في التربيد المنزلي ده دي فريزر A-HT دي درجة البرودة اللي هي الحقيقة دلوقتي في الدرجة بتاعته دي درجة هنا وربعمية وربعة لذا لما باجه احط الترمومتر بتاعي يا جماعة بيخلوش ملامس اي حاجة خالص ويتو شاكين هو مش ملامس حتى اي جام مش ملامس دي درجة البرودة بتاعته حاليا داخل الفريزر تسعة وعشرين وعبعة من عشر بالسالب الفريزر ده كان فيه مشكلة اللي هي كانت الشبكة الداخلية بتاعته بايزة وده ما تعديل له شبكة خارجية اتنين شبكة اتنين شبكة اتنين شبكة كطر بتاعته اربعة ربع احداشر كوع الشبكة احداشر كوع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تتسعة عشر حداشر اتناشر دي ده الدغوط اللي هو حاليا نايز عشر بي اس ا اي عشر بي اس ا اي ده طبعا الكمبوسر بتاعته اخيات طبعا تم التعديل بناء عن عن المهندسين اللي قابلي وطبعا الباش موانس احمد البوليني طبعا بقدم له الشوق اللي هو كان واقف معايا فيه لشان هو صاحب البفضل اللي هو بلوت تعدلات الانواع دي بالذات لك انا عاود بس اقول لكم الضغط او هو لسه ما تمش التشتيب هو شغال من الامبارح لسه ما تمش تشتيب لحد دلوقتي الضغط او قدامكم على 10 او 10 او الافروزر قدامكم مشغاله او وده جنت حقيقها بالسالب قدامكم او 29 او 4 او 10 والزبط بالزبط هو مفيض لحوالي عن 400 جارة او اكلم 400 جارة طبعا احنا فتاحنا الفروزر مع بعضنا بسم الله الرحمن الرحيم الفروزر قدامكم او او طبعا الاكين انتو شايفين البخار طلع منه اشوفوا ترومتر بتاعي يا جماعة انه بخليه وش ملابس اي حاجة خالص بخليه عيه هوا كده واشكركم وكان معاكم اولا بلعانين من جروب مختصين في التربيد المنزلي وانا هضيف مع الفريزر ده القطر بتاع الكبيره اللي قد ايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته